أجرى رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن سغير بن عزيز مباحثات منفصلة مع قائد القوات البحرية المصرية الفريق أشرف حطوة وقائد القوات الجوية الفريق محمود عبد الجواد تناولت التعاون بين البلدين في المجال العسكري والأبد البحري والقضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تطوير علاقات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات وآليات تنسيق الجهود لمواجهة التحديات القومية وبما يساهم في رفع قدرات القوات المسلحة اليمنية للقيام بواجباتها الوطنية والعروبية كما جرى التطرق إلى التعاون والتنسيق العملياتي والمعلوماتي في جهود مكافحة الإرهاب والتهريب وتعزيز أمن الملاحة البحرية الدولية في ظل التهديدات المشتركة التي تمثلها إيران ودراعها ميليشيا الحوثي الإرهابية والتنظيمات المتخادمة معها ومخططاتها الساعية لزعزعة الأمن القومي والعربي والعالمي ونوها رئيس هيئة الأركان بمواقف جمهورية مصر العربية الشقيقة الداعمة للشعب اليمني للسعادة دولته واستقلاله وإحلال السلام والاستقرار مشيرا إلى القواسم المشتركة الراسخة بين البلدين والجيشين معبرا عن الفخر والاعتزاز بمكانة القوات المسلحة المصرية وما وصلت إليه من التقدم وخصوصا في مجال التصنيع الحربي وعرب رئيس هيئة الأركان عن تطلعه للمزيد من الدعم المصري للقوات المسلحة اليمنية في مجال التدريب والتأهيل الأكاديمي وفي المجالات اللوغستية والفنية والتقنية لتعزيز الجاهزية وكفاءة القوات البحرية والجوية موشيدا بأدوار القوات المسلحة المصرية في جهود الدفاع القومي المشترك وحفظ الأمن في البحر الأحمر وخليج عدن ومحاربة جرائم التهريب والإرهاب